السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة قناتكم وصفة أفكار كانت تكونوا بخير و لا خير و بسلحة جيدة اليوم سأحضر معكم الفطائر المالحة بدون لحوم بعجيات مسمى بدون اختمار يأتيون رائعين بالزاف و خفاف ما تقديلهم لا يقاوم كما ترون الوليدات تعجبهم ب هذه الوصفات بصنقة و صندويتشة خفاف العشاء أو الغداء لا تنسوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و لا تساعدوا مجرد اذا لم تشتركوا في القناة اذا لم تنسوا تضغطها زر الجرس لكي تصرف مجرد الدقيقة بالطراق الى البداية نعجن العجنة و بالنسبة ل العجنة وهناك عجنة مسمى نحتاج الدقيق قابل اضع قمح الصلب لا يستمر سميت وضع ملحة وضع السكار لا تستطيع السكار بالنسبة للدقيق البيض اضع نصف الزلافة اضع نصف الزلافة زللافة من الفينو يعني دقيق البيض يكون دائما اكثر من الفينو دقيق الاصفر اضع قمح الصلب وعندما تستطيع السكار اضع نصف الزلافة وعندما تستطيع البيض تضع نصف الزلافة بعدما اضع نصف الزلافة قمحها مرطبة ومقازحة تكون مبين تجعلها ترتاح على جنب بعد خليتها نصوب بعض الفلفلة الحمراء صفراء قطعتمها كشرائح نضيف فلفلة واحدة وحدة نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت حتى ينتظون من ساتزول نضيف الزيت نضيف والنصوب والب sposم والفależ وشوية فضة المائدة زيت و لاعرف ه هزيتون نضيف مع المائدة أغطئهم 助فน تقريبا حتى 10 دقائق سوف ينزلوا لكسفة التفايل بعد طبخهم يمكن أن نصوب البطاطا لكي نصوب البطاطا في هذا العجينة المسمى الطيب سوف نصوب العجينة نصوبها كوائرات حسب الحجم البطاطا ونصوبهم كبار ونصوبهم حجم عادة نضيفهم بلسك ونصوبهم بلسك ونصوبهم بلسك ونصوبهم بلسك بعد طبخهم ونصوب البطاطا قمت بلسك ونصوبهم ونصوبهم بلسك ونصوب العجينة سوف نصخل المقلم جيد ونحن نبسك ونصوبهم ونحطها على المقليات نقص العجينة نقص العجينة نقص العجينة نقص العجينة نضيف المقلب بزيت ونضيف العجينة ونقلب العجينة نضيفها بزيت تدقيقة جيدة نضيف المقلب زيف زيف ونقص العجينة ونقص العجينة ونقص العجينة نرى ما تظهر سوف نقص العجينة لذلك تدقيقة سوف تقص العجينة ونقص العجينة سوف نزيف مقبل نضعها على الجنب لا تقوم بحل التريد لأن التريد يكون رقيق كثيرا هذه لا تقوم بحل التريد المهم نحاول نكملهم كاملين نضع الزيت ونحاول نبسطها تكون متساوي في الجناب وفي الوسط نحاول أننا لا نبسطوا الوسط كثيرا نحاول من الوسط للجناب ونقضوها تكون دائرية دائرية ونحاول لأن كانت كبيرة العجينة سوف يأتيكم بعوجة نحاول أنكم تدروا العجينة تكون عيني متوسطة ونهزوها بشوية ونضعها في المقلات يعني لم يكن طيبوش بالزيت غير الزيت اللي فيها هي بوحدة هي بشكل طيب سوف تنقلبوها سوف ننشف قلبها ونحاول طريقة واضحة سوف نحاول أن تكون طيبا كيف ناشفة بدون زيت المهم بعد ما طيبنا نحاولنا ونحاولنا الطون الطون عادي الطون الزيت عادي كلها وحدة بالنسبة للعمارة على حسب المسوفر عندنا الفلفل مع البصلة الطون تقدر صدر الدجاج الكفتة أي شيء لديك أو اللحوم بدون طون غير الخضراء والفريط كافي بعد ما قمت كاملين سوف نعمر نأخذ كمشة الورقة ونحاول أن نرقوها كثيرا ونغلطها بالنسبة للسلطة سوف نتضغط أي سلطة سوف نضغط ماء ونفغط كما تصبح لك لا تصبح لعبة فريط ونضغط سوف نأخذ حشوة كثيرا كثيرا ثم نأخذ كثيرا سوف نأخذ أي حشوة لك كثيرا نضيف خضر طيبة و خيزة القرحة نضيف خضر طيبة نضيف خضر طيبة نضيف خضر طيبة نضيف فرمج محكوك أو فرمج صندويتشات نضيف مايوناز نضيف خضر الطيبة كيف نضيف حضر الطيبة نضيف موقف ايضا نضيف خضر نضيف خضر طيبة نضيف خضر الطيبة او اضعوا فرمج محكوك او تاوبن هذا ما ترش فيه ميوناز بساف مهم اخرين سنحاول نضع فيهم ميوناز طريقة بشيء عملية بشيء يسقط لكم اتنس الوقت تعطي مغدق سوف نقوم بشيء كاملين نقوم بشيء طريقة معروفة سهلة لا تنسوا اخواتي اه 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 لايكات كثيرة في هذا الفيديو لانها عادية من اخوات لايك تفرجوا لايك وخائنا مشاهدة نقصة بثاف نحاول لكم ان تشجعوا القناة تشجعوها وصفات سهلة واقتصادية تشجعوا القناة وتفاعلوا معها بشيء اتنسوا جديد اضغروا الفرماج وصفات الجديد اضغط المسكين اضغط المسكين اشتركوا في القناة كمية كبيرة وتتعمرهم وتتخليهم في الثلاجة كمية كبيرة وتضعها في الثلاجة كمية كبيرة وتضعها في الثلاجة كمية كبيرة وتسخنهم يجبون بشكل جيد وصفة خفيفة ثم نعمرهم كاملين كما سوف نسخنهم من طيبهم سوف نقلق مقلة أو الألة البانيني إذا لم تجدك البانيني نضعها في مقلة لأن الأخوات ليس البانيني نضعها في مقلات يجب أن تكون مدهونة بالزيت وتتحملها أو يجب أن تكون مدهونة بالزيت لأنه يرى الغجين في الزيت يجبون بحمرين وقعدين وقعدين وصلوا الوقت الفرمج يدوب وذلك الساعة تسخنك تحتطيع تقديمها بفريتا وثلاتة تكلت تخونة كما ترى تجدوا أنه يضغي يضغي يتحمله وهذه هي وصفة اليوم طبق جاهز فطائر مالحة بعجينة المسمن اقتصاديين بدون لحوم يأتي روعة بزافة وليدات كبوب بحل الوصفات إذا كانت العجينة المسمنة قد تكون صعيبة حاول أن نضغي عجينة عادية العجينة المسمنة بحل العجينة البطبوت بالخبز يعني لا تختار ملك فيها الخميرة ولكن لا تحتاج الاختيار لذلك تبسطيها وطيبها قد تكون سهلة من العجينة المسمنة وإذا كنتم تبعينها دعوني تعليق إذا كنتم تبعينها إذا كنتم تبعينها نضغي عجينة المسمن دعوني تعليق إذا كنتم تبعينها نضغي عان شاء الله نتمنى أخواتي أن هذا فطائر يعجبكم لا تفعلون لايكات لايكات بشكل فيديو يتقابين الأخوات التي لا ترى القناة ضروري باللايك دعوني تعليق أي شيء أي استفسارات وبصحة وراحة مع السلام أخواتي مع فيديو جديد إن شاء الله اقتصادي مع وصفة اقتصادية سهلة بصحة وراحة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر